مدير الدراسات العربية في مركز أرسام سيد واثق السعدون أهلا بك معنا عبر شاشة الغد أبدأ معك سيد واثق بعد فوز أردوغان هل يواجه بالفعل انقسامات سياسية عميقة في بلاده؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لحضرتك واللي نفعها هديكم الكرام من المؤكد سيد العزيز بأن الحكومة الجديدة للرئيس أردوغان ستواجه تحديات مهمة على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي وأعتقد أنه ستكون مفتاح التعرف على أهم هذه التحديات هو القضايا والملفات التي أثارتها المعارضة خلال الأشهر السابقة خلال الحملات الانتخابية سواء القضايا والملفات التي انتقدت فيها الحكومة على المستوى الداخلي والمستوى الخارج هذه الملفات والقضايا ستكون هي المفتاح للتعرف على التحديات فعلى المستوى الداخلي وكما ذكره تقريركم فإن الحكومة مطالبة بإجراء بعض التدابير الاقتصادية للحفاظ على استقرار الإيرا التركي وكبح جماح التضخم في الأسعار كذلك هناك ملف المدن التي تضررت بفعل الزلزال الشباطس السابق هناك أكثر من 11 مدينة تركية حدث فيها دمار واتع مواطني أو سكان هذه المدن صوتوا للرئيس أردوغان بأغلبية ساحقة وكأنهم يضعون ثقتهم كاملة بهذا الرئيس وبهذه الحكومة لإعادة إعمار مدنهم يعني هم وضعوا ثقتهم كامل لإعادة إعمار مدنهم من جهة أخرى عندنا موضوع اللاجئين نحن ما زلنا نتحدث من إطار السياسة الداخلية عندنا قضية اللاجئين المعارضة استخدمتها بقزوة وبشرات خلال الحملات التخابية ضد الانتقاد الحكومة فالحكومة المقبلة الجديدة وكما ذكر الرئيس أردوغان قبل الانتخابات الجولة الثانية بأن هناك خطة لعودة طوعية آمنة للاجئين وليست عودة قسرية نعم سيد السعدون جميل مررت مرورا على أبرز التحديات لكن كل قصة مما ذكرت تحمل فطاياتها الكثير من التساؤلات حتى على صعيد تركي ماذا سيفعل الرئيس أردوغان في الملف الاقتصادي عندما نتحدث عن أرقام معدل التضخم رسميا وصل إلى 44% وأكثر من ذلك حسب تقارير وهبوط حتى في سعر صرف الليرة ماذا سيفعل الرئيس أردوغان في هذا الملف من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري سيبدأ الرئيس أردوغان بالتأسيس لنوع من الاستقرار السياسي في البلد يعني مما كانت تدابير الاقتصادية التي ستأخذها الحكومة أو الإجراءات أو القوانين التي تريد أن تشرعها فهي تحتاج إلى موافقة في البرلمان وكما تعلم هناك أغلبية ولكن هي أغلبية بسيطة في البرلمان والمعارضة موجودة في البرلمان الانتخابات التي انتهت يوم أمس أحدثت استقطاب سياسي حاد أحدثت احتقان سياسي حاد فأعتقد سينطلق الرئيس أردوغان من تخفيف هذا التوتر والانقسام السياسي لتسهيل مرور القوانين والإجراءات التي يريد أن يتخذها من خلال البرلمان بالنسبة لموضوع الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي تقدر كلفة أضراره بأكثر من 100 مليار دولار هل يمكن الوفاء بالالتزامات التي قطعها الرئيس أردوغان خلال حملته الانتخابية والحديث بعد فوزه أيضا عن هذا الملف نعم الحكومة شرعت ببناء عشرات الألاف من المنازل وسلمتها لبعض المتضررين ولكن من الطبيعة أن تكون ضمن جدول أو ضمن توقيت معين وعلى الشكل وجبات ولكنهم مستمرين بدعم متضررين الزلزال ماديا وماليا توفير سكن لا أقبل حد الأدنى الآن في هذه المرحلة قبل تسليمهم مساكنهم والحكومة مستمرة وشركة توكي شركة الإسكان الحكومية التركية مستمرة في البناء وتسليم مساكن ذات جودة عالية لمتضررين الزلزال وبكترات قياسية يعني هناك مستجفى يعني على سبيل المثال هناك مستجفى في مدينة دفنة في هطاي نعم بنيت 45 يوم مستجفى عالي المناطفات خلال 45 يوم وسلمت للمدينة